لو سمحتوا شم النسيم حرام ومن يبيع البيض والرنجة للمحتفلين آسم هي البيض زي الخمرة بقت خمرة والرنجة نشرت عدد من صفحات السلفيين فيديو لفتوى الشيخ أبو اسحاق الحويني يرفض فيها الاحتفال بشم النسيم ويأكد حرمة الاحتفال به مؤكدا أنه تشبه بالمشركين انتقد الحويني في الفيديو خروج المسلمين للتنزف في يوم شم النسيم مؤكدا أن جميع العلماء ما هو أي حد يعمل أي حاجة أقول لك العلماء جميع العلماء حرموا مشاركة المسلمين مشركين ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ده يعني وانا بعد شواء معايا الشيخ صبر عبادة اسأله في الكلام ده يا جماعة الكلام ده والله العظيم ده بالضبط كده انا بقوله بقوله ويعني اعلى ما في خيلكو ركبوه اعلى ما في خيالكو عملوه اللي يقولي الكلام ده اذا ثبت هذا الكلام لاني ممكن بعد شو يقوله الكلام متسوس انا بقول لكم مبادري ده على موقع صادر البلد ممكن للك متسوس ما قالش الكلام ده فانا بقول اذا ثبت عشان برضو اعمل الحماية اللي عازين لو ليه عازين تعملوا مخرج ليها اذا ثبت هذا الكلام ده بالضبط لا يقل عن اللي خد عربية وفجرها انا بقوله زيه بالضبط ما هو ده حرم الناس تخرج بكرة حرم المسلمين يخرجوا بكرة وقال لك شبه كزا حرمهم يأكلوا في سيخ ورنجوا وانبسوا واستمتعوا بحياتهم يعني طب انا بعشق انا واحد بعشق الفيسيخ طب اعمل ايه ابطل ابطل يعني ولا اعمل ايه اعمل ايه يعني اتوب اكفر عن زنوب ان انا اباكل في سيخ ده انا بكرة عندي مش عايز اقول لكو يعني طب ايه رنجة طب الرنجة كمان حرم طب ناكل ايه بكرة حاجة والبيض كمان بيض الملون من بيض 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 ليه حرام البيض ساغفر الله العظيم يعني انا بقول لحضراتكو دي مشكلتنا الرئيس بل اربع شهور اربع شهور يا علماء يا افاضل يا جماعة الدين الوسطية الاسلام الازهر شيوخ ما تعدوش يقول لنا الكلام ده ما ها انا بقول لكم ده اخطر من المدافع الكلام ده اللي نسب منسوبا ما اردت صح ولا لا ابردو عشان ميطلعوش يقول لك احمد انا بقول اهو منسوبا اهو للشيخة بصحاق الحويني الكلام ده اقوى من المدافع ده بيصيبش خمسة ولا عشرة ده بيصيب ملايين ده انت بتحكم على الناس ملايين يعني ملايين المسلمين هاكل في سيخ وعيدت على اخواتنا المسيحيين ولازم اعيد عليهم اقول لهم كل سنة وانتوا طيبين كل اللي عرفوا وبقول ليهم في كل مكان في كل مكان داخل وخارج البلاد كل سنة وانتوا طيبين يا اخواتنا يا محترمين وهنا احتفل معاكم وانا بكرة بالنسبة دي عامل احتفالية ليكم والله بس هتبقى اغاني وطنية اغاني وطنية لبلدنا والبلدنا والشعبنا كل سنة وانتوا طيبين ده كل في سيخ ليه والفي سيخ ده بيموت بيموت ارجوكو يا جماعة يعني ادونا نصايح كده تخلي حياتنا سعيدة تخلينا كويسين مش عملين دورة لحاجات صغيرة كل السنة يطلع علينا حد بكلمتين كده زي عبر احمال بر مرة كان معانا هذا الهارب من العدالة هارب العدالة مطلوب بمحكوب عليه بالعدام يعني بجر مقاسم يعني قالك لا لا ما ترحش تعيد ليه ما ترحش تعيد ليه ربنا حرم عايز علم جليلي يقول لي الكلام ده يا جماعة ده احنا كده ده عندهم شهداء على فكرة يا شيخ تسمع عن فريق الشهيد فؤاد عزيز غالي من ايامه شهداء زينا بالظبط حاجة واحدة يعني مصريين يعني مصريين والله ارجوك الدين المعاملة كلام ده تيه الاوي اوي بحب شان الحكاية دي تطلع الكلام ده كمان دلوقتي ايب